تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفلسطينية في قطاع غزة بالشكر والتقدير لمصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وقال المفعود العام للهيئة العليا للعشائر عكف المصري إن مصر منذ بداية العضوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم تتخر جوهدا في سبيل توفير المساعدات والمواد الطبية والإغافية بكل الطرق مثبنا جهود الهلال الأحمر المصري الذي يمثل جهود مضاعفة في توفير وتنظيم إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وأضف المفعود العام للهيئة العليا للعشائر أن جهود مصر لم تقف عند حد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وحجر رأي العام الدولي لدعم الشعب الفلسطيني بل فتحت أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغافية لإهالي غزة وقدمت نحو 80% من المساعدات الموجهة للأهالي في غزة فضلا عن إقامة عدد من المخيمات لإيواء النازحين وإقامة المستشفيات